في موضوع اخر افدى مراسل قناة بالحدث بوفاة 15 بحارا مصريا عقب غرق جرفتهم على سحل المنطقة الممتدة من منطقة الخبطة وحتى راستين في مدينة درنة اضف المراسل ان غرق الجرفة اسفر عن فقدان عشرة بحارة من تقامها ونجاة خمسة اخرين تم تسليمهم الى مدرية الامن واحالتهم الى القوات البحرية مشيرا الى ان البحث جار عن المفقودين وكانت الجرفة المصرية قد دخلت المياه الاقليمية المحظورة بعد فقدان الاتصال بها قبال تسواحل مدينة سوسة وقد وجدت مصطدمة بصخور جراء سوء الاحوال الجوية